الشباب في أي دولة هم معوال البناء متى أتيحت لهم الظروف المناسبة ولهذا أقيم في مدينة طرابلس ملتقى المجلس الشبابي الأول الذي رعاه مجلس مشائخ وحكماء ليبيا تحت عنوان الشباب قوة سلام وبناء لا وقود حرب يأتي هذا الاجتماع وهذا ملتقى المجالس الشبابية على مستوى ليبيا كان التحضير له في ملتقى أجدابية التاريخي الذي انعقد في 25 أبريل 2018 والذي تأسس فيه مجلس الشيوخ ليبيا كانت المبادرة لانعقاد ملتقى شباب ليبيا في المنطقة الجنوبية الملتقى يهدف إلى لم شمل الليبيين ودعم الشباب وفتح فرص عمل أمامهما والحد من البطار طبعا أهداف هذه الملتقى هي لما شمل الليبيين من الشرق إلى الغرب تجمعهم ليبيا واحدة ليبيا للجميع وبالجميع من أهداف هذا الملتقى الشبابي دعم الشباب فتح فرص للشباب للانخراط داخل مؤسسات الدولة في صناديق الاختراع طبعا قمنا في هذا اليوم بملتقى الشباب الأول على مستوى ليبيا برعاية مزل الشيوخ طبعا شكلنا لجنة تحضرية على مستوى ليبيا من البيضاء من السرط من الزليط من الجبل من الجمال من الجنوب لإقامة هذا المهرجان هذا الملتقى ملتقى بحضور شبابي كبير من جميع المدن الليبية ونقاشات من أجل حل للخروج من الأزمة الليبية على الشباب يكون له دور كبير ومساهمة فعلا في حلها ترجمة نانسي قنقر موسيقى